اشتركوا في القناة نبدأ من ارتفاع 5 كم فوق سطح البحر وتحديدا مع خراءة طبقات 500 ميلي بار والتي يظهر فيها كما تلاحظون هنا فإن حوضا علويا باردا نسبيا أثر على مناطق واسعة من تركيا وحتى بحر قزوين وجنوب بكرانيا وجنوب شرق البلقان هذا الحوض العلوي أثر اليوم السبت على المنطقة بأمطار رعدية متفرقة وحالة عدم استقرار جوي من المتوقع أن تدوم تأثيرات هذا الحوض العلوي وتدوم هذه السيطرة على مناطق تركية والجزر اليونانية وشمال مناطق بلاد الشام وحتى بحر قزوين خلال الأيام القادمة قد تستمر فترة السيطرة خلال ما تبقى من أيام شهر حزيران صراحة هذه السيطرة لهذا الحوض العلوي واقترابه من المنطقة خاصة يومي الثلاثة والأربعة يمنح المنطقة درجة حرارة دون معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة يمنح المنطقة أجواء صيفية معتدلة ومستقرة كما نلاحظ هنا فإنه يتشكل في وسط تركيا ويأخذ هذا المركز هما يتجه باتجاه بحر قزوين من المتوقع أن يكون انتقال وانحسار هذا الحوض العلوي باتجاه بحر قزوين مع نهاية الأسبوع لتحل محله تيارات هوائية قادمة من مناطق شميلة مدارية ترفع درجات الحارة من مناطق بلاد الشام لتكون الطقس أقرب للحار مع نهاية هذا الأسبوع ننتقل لسطح البحر لنراحظ كيف ستكون توزعات ضغوط الجوية السطحية كما تلاحظون فإنه هنا مخفضا جويا سطحيا حراريا يؤثر على مناطق واسع من الجزيرة العربية ويكتسب امتداداته من هنا من مخفض الهند الموسمي هذه المخفضات الجوية السطحية الحرارية يؤثر على مناطق واسع من بلاد الشام خلال الفترة القادمة لكن ومع وجود الحوض العلوي البارد نسبيا فإن تكتثيرات تكون طفيفة على شكل أجواء صيفية مستقرة كما ذكرنا مع اقتراب الحوض العلوي البارد نسبيا من مناطق تركيا يتشكل مخفض جوي سطحي ضحل هنا في أجواء جزيرة قبرص يوم الثلاثة وكذلك الأمر يتجدد يوم الأربعاء هذا هو المخفض الجوي السطحي الضحل لكن تأثيرات هذا المخفض ستكون طفيفة نظرا لعدم تقديم الرطوبة الكافية من طبقات البناء والطبقات العلية من جديد تعود المخفضات الجوية الحرارية للسيطرة على مناطق ويلاد الشام بأجواء مستقرة صيفية مع درجات حرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة إن شاء الله تعالى بناء على هذا التحليل تطورات الغلاف الجوي نتبقى بإذن الله تعالى يكون طقس قادم الأيام صيفيا مشمسا معتدلا نسبيا على عموم المناطق الجنوبية لكن واعتبارا من عصر الثلاثة تنتشر بعض الصحب المتفرقة في أجواء العاصمة دمشق ومناطق الغربية من دمشق والشمالية الغربية وحتى مناطق القنيطرة ودرعة والسوداء تكون فرص الأمثار موجودة لكن بشكل ضعيف جدا على بعض المرتفعات الغربية لدمشق ومن المتوقع أن تسود طيلة أيام الأسبوع درجة حرارة حول معدلتها لمثل هذه الفترة من السنة إلى أقل بقليل مع هبات الرياح الجنوبية غربيا متوسطة السرعة إلى نشطة على فترات بمشيئة الله تعالى بالانتقال لمناطق الجزيرة السورية نتوقع بإذن الله تعالى أن تكون الأجواء صيفية مشمسة صافية وحارة نسبيا على عمو مناطق القامشلي مع الحسكة وحتى مناطق الرقة في حين يثار الغبار والأتربة على مناطق واسعة من دير الزور تشكل الغبار هنا وينتقل إلى مناطق العراقية بفعل نشاط في حركة الرياح الغربية من معرض المنطقة لاحتمال تشكل عواصف غبارية سريعة تنشأ في دير الزور وتنتقل كما قلنا باتجاه الأراضي العراقية تصف الأجواء خلال أيام هذا الأسبوع تبقى حركة الرياح ضعيفة إلى نشطة مع طقس حار نسبيا ومستقر والله تعالى أعلى وأعلم أما فيما يتعلق بطقس المناطق الشمالية الغربية والسحلية وعموم مناطق الوسط فيكون الطقس مشمسا معتدلا نسبيا على عموم مناطق إدلبة وحلبة والمناطق الوسطى في حماة وحمص يكون الطقس أيضا لطيفا وغائما جزئيا على السواحل منتصف الأسبوع يتشكل مخفض جوي ضحل فوق جزيرة قبرص لتتأثر المنطقة بأطرافه يومي الثلاثة والأربعة حيث تتحول الأجواء إلى غائمة جزئيا مع نشاط طفيف في حركة الرياح الغربية وفرص أمطار متفرقة لكن فقط محلية عابرة وعلى السواحل دون غيرها درجات الحرارة خلال الفترة القادمة تكون في أول الثلاثينيات وعليه فالطقس معتدل طيلة أيام الأسبوع وتستمر الأجواء صيفية مستقرة حتى نهاية الشهر الحالي بإذن الله ننتقل بكم الآن إلى تفاصيل طقس إدلبة وحلبة وعمو المناطق الداخلية والوسط الأحد تكون الأجواء مشمسة معتدلة ولطيفة تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملموسا حيث تلامس 31 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى 18 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة لتنامس 30 كم في الساعة الأثنين طقس مشمس معتدل تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتلامسنا 230 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 18 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة عند 35 كم في الساعة الثلاثاء يستمر الطقس صيفيا معتدلا ولطيفا مع انتشار ضعيف لبعض الصحب المتفرقة وفرص زخات مطر عابرة على السواحل تحافظ درجات الحرارة على قيمها عند 33 درجة مئوية نهارا وتنخفض ليلا إلى 18 درجة مئوية في حين تهب الرياح الغربية بسرعات متوسطة لتلامس 25 كم في الساعة الأربعاء أجواء صيفية معتدلة مع بعض الصحب المتفرقة تحافظ درجات الحرارة على مستوياتها المخفضة لتسجل 33 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 19 درجة مئوية تهب الرياح الغربية بسرعات متوسطة عند 25 كم في الساعة الخميس يستمر الطقس صيفيا معتدلا درجات الحرارة تبقى عند 34 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 20 درجة مئوية في حين تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة نسبيا عند 30 كم في الساعة أما الجمعة فيكون الطقس مشمسا حارا نسبيا تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتلامس 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 20 درجة مئوية في حين تهب الرياح الغربية بسرعات نشطة لتلامس 30 كم في الساعة السبط طقس صيفي حار نسبيا تحافظ درجات الحرارة على قيمها عند 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 20 درجة مئوية في حينته بالرياح الغربية بسرعة نشطة عند 30 كيلو مترا في الساعة مما يقلل الشعور بالحر إن شاء الله تعالى إذن من المتوقع أن ننهي الأسبوع الأخير من شهير حزيران بتقصين صيفي أقربا للمعتدل من الحار وبناء عليه ننصح الإخوة المزارعين بما يلي أولا رش محاصيل الخضار الصيفية التي تعرضت له طالات مطارية غزيرة اليوم بمبيد فطري تحسبا وهنا أنصح بمبيد فوستيل الألمنيوم للبادنجانيات ثانيا يفضل إعطاء رشة مبيد فطري مع دعم مركز من عناصر الصغرى والأحماض الأمينية لباساتين الكراز والمشمش وغيرها من اللوزيات التي تم انتهاء من قطافها هذه الفترة لتعويض الإجهاد الحاصلي خلال الفترة الماضية ثالثا تعد أنطار اليوم دفعة ممتازة لأشجار الزيتون لكنها لا تغني عن تنظيم برنامج ري تكميلي خلال الفترة القادمة بمعدل رية كل شهر عليها لا تقل عن ثلاث ريات في تموز وآب وأيلول من استوديوهات المبيعون السوريون في إدلب كان معكم في الإعداد والتقديم المهندس أنس الرحمون أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر